النقطة المهمة اللي حضرتك طبعاً أنت أكتر واحدة هتفهم من اللي أنا هقوله ده نجاح أي فرقة أنك تحافظ على قط اللبس وأن يكون هناك مساواة خلينا أقول أن نادي الزمالك في كرة القدم يحتاج إلى إدارة تخطيط ويحتاج إلى ناس تشتغل في هذا الموضوع باحترافية فاتوح كلام واضح وصريح لو هو النهاردة راجل هيقدر نادي الزمالك اللي صنع اسمه وهيرضى بالمبلغ المالي اللي يستحقه بما لا يخل بالفريق أهلاً به وخاصة أنه لازم يبقى أنا مش هذكر مثال يعني بس فيه لعيبة كانت عقودها بتنتهي وكانت رأ وجددت علشان النادي وماله عشان النادي يستفيد يعني حتى لو هو مش عايز يكمل يجدد ويتباع عشان نادي الزمالك يستفيد منه طب رأيك هكتب في النقطة دي يعني كابتن بالكلام في النقطة يعني عشان تثبت ولايك لنزل مالك جدد وكده عايز تمشي امشي لا أنا هكلم في نقطة تانية ضافة للكابتن سيد سريع هي نقطة واحدة وسريع أولاً أي لعيب رياضي بالذات حضرتك عارف إحنا اللعيبة عاملة إزاي لو في استقرار وضمان لمستحقاته المالية هو جزء لو هو طالب مئة مليون هو هيبقوا خمسين ده رقم واحد رقم اتنين لازم يتحط سقف لكل مرتبات الرياضيين في نادي الزمالك كرة القدم وبازكت وفولي طبعاً كرة القدم هي الطب وهي الأرقام من الأرقام نادي الزمالك لازم السادة رجال الأعمال فيه صندوق محمول على فكرة والصندوق ده هو تمام لازم يبقى فيه فكرة إن نادي الزمالك بيتعاقد بعشر أرش وده سقف استحالة وينديها كتير عيوة على مستوى العالم عندها نفس الكلام ده كله ولكن الفكرة بقى بتاع مجلس الإدارة وانا لازم في السريع قعد وخلص اتفاقتي مع الناس انت عايز عشر أرش متطلباتك المدير الفني مدرباتك الجمهور تمام على راسي حضرتك فيه رجال أعمال لازم تساهم في هذه المبالغ واللعيبة اللي في قط اللبس هي حضرتك هيجيلك إعلانات عن طريق رجال أعمال نادي الزمالك ولكن سقف نادي الزمالك عشر أرش حضرتك أنت ونجوميتك اللي هتجيب المبلغ الأكسترا ولكن قط اللبس محافظ عليها في كل الألعاب بسقف لا يتعدى حتى أنا لما تعاقد مع العيب وروح أدفع الفلوس الخرفية نادي الزمالك الأكثر سدادة للاتحادات الراضية المبالغ نظيرا المبالغ الرهيبة اللي بتدفع اللعيبة لكن أنا لما عندي السقف محدد ومجلس إدارة قادر عليه جال الأعمال اللذين يدعون الزمالكوية في ناس على فكرة محترمة جدا وحطت فلوس في الصندوق دا غير معلن وكل الأندية المنافسة أنت فاهم اللي أنا بتكلم فيه الأندية المنافسة لازم ببقى عندها الصندوق دا حضرتك بتجيب الصندوق بتحط فيه الفلوس الفلوس دي بتروح للعيب عن طريق تقييم فني وإعلاني مفيش لعيب من نادي الزمالك يسمح بخروجه من نادي الزمالك تحت أي مسمى لا فتح الله ولا غير فتح الله لأنه لازم رجالي الأعمال فتوح فتوح وازيزه في أي لعبة ممنوع خروجه برا نادي الزمالكوية كهراما كبت كهراما كبت سي تاخد لا طبع بضغصات كاملة لا لا كبت كاملة كبت دا كاملة وهيتاخد حق نادي الزمالك منه الاتنين لا مش فلوس بس مش فلوس بس أيو في حاجة آني غير فلو طب قول لي ايه هي دا اهان نادي الزمالك الجمهور والتحاد الكورة لم يأخذ حق نادي الزمالك لازم حق نادي الزمالك يرجع بطريقة ما ايا كانت هي الطريقة من اهنا نادي الزمالك يوهان يقف فلوس لا الفلوس واتفنش مع نادي الزمالك لا 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 فلوس واتفنش مع نادي الزمالك بدليل في ناس اتكلمت على الميديا نادي الزمالك من 2005 إلى 2014 ما كانش فيه فلوس ما قعناش وما لغناش الرياضة وكسبنا دوري وكاس وكسبنا كل بطاطا لكن الفلوس اه انا اخدها انا اخدها ده حقنا وحق نادي الزمالك لكن حق جماهير نادي الزمالك وعضاء نادي الزمالك لازم اتخذ